أفضل طرق للتخلص من دهون البطن هل تعاني من الدهون في البطن وترغب في التخلص منها؟ إليك نصائح حول أفضل طرق التخلص من دهون البطن أولاً تناول المزيد من الألياف الخضار الورقية والحبوب الكاملة والبقوليات جميعها جيدة للتخلص من الدهون التي تبقى في أعماق بطنك وتدعى الدهون الحشوية وتعد أخطر نوع لأنها يمكن أن تلتف حول الأعضاء الرئيسية بما في ذلك الكبد والبنكرياس والكيلة ثانياً التحقق من الدهون حاول الحد من الدهون المشبعة المستخلصة من الأغذية الحيوانية وجوز الهند وزيت النخيل والألبان كاملة الدسم ثالثاً النوم الكافي النوم أقل من خمس ساعات قد يتسبب في المزيد من الدهون في البطن ولكن النوم كثيراً يمكن أن يتسبب بذلك أيضاً عليك النوم ما بين ستة إلى ثمان ساعات رابعاً المحافظة على الهدوء يمكن للضغط أن يجعلك تأكل المزيد من الدهون والسكر ويعطي إشارة لهرمون الكورتزول إلى تعزيز الدهون في البطن خامساً إعادة التفكير في مشروباتك قد يكون الماء هو الخيار الأفضل الذي عليك اتباعه ويمكنك تناول كأس صغير من المشروبات المفضلة لديك ومن المهم أن تتجنب شرب الكحول لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وتتسبب في ظهور البطن سادساً تجنب التدخين التدخين يجعلك أكثر عرضة لتخزين الدهون في بطنك وهذا أمر سيء إضافة إلى أنه يزيد احتمال الإصابة بمرض السكري والسرطان وأمراض القلب وأمراض الرئة سابعاً إنقاص الوزن من المهم أن تفكر بإنقاص وزنك وتحاول تنفيذه لأن قيامك بذلك سوف يساعد جسمك كله بما في ذلك الدهون المتواجدة في البطن التي تزعجك وبالتالي ستتخلص من الكرش ثامناً إجراء بعض التغييرات حاول اتباع عداد تناول الطعام الصحية إضافة إلى القيام بنشاطات وممارسات الرياضة وإدخالها لنظامك اليومي للمساعدة على التخلص من الدهون البطن وهكذا أعزائي أنهينا لكم أفضل طرق التخلص من دهون البطن إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد وإذا أردتم معرفة أكثر عن فوائد أفضل طرق التخلص من دهون البطن اطلع على أول تعليق